بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة في يوم الجمعة في يوم الجمعة وعلى مقربة من منتصف رمضان الجمعة فيها ساعة الاستجابة قبل صلاة المغرب صوم وانكسار ودعاء وافتقار إلى العلي القهار أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار وأن ينصر الإسلام وأهله ويذل الكفار ونسأله عز وجل أن يكف بأس الذين كفروا وأشركوا من هؤلاء من هؤلاء الباطنية واليهود وأن يجعل عليهم الذلة والصغار أيها الأخوة والأخوات ساعة الإجابة يوم الجمعة قبل المغرب عظيمة وكذلك بعده بين الأذان والإقامة إجابة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه رمضان ومنافعه الكثيرة وفوائده الجمة ومنها تربية الصغار يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه الرعية التي استرعاك الله إياها يا أيها الأب يا أيها الولي وكذلك الأم رعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة كل مسلم يتق الله تعالى في رعيته فيحملهم على طاعة الله ويكفهم عن معصية الله ويربيهم على التوحيد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وكذلك يربيهم على عبادة الله يا بني أقم الصلاة وعلى الواجبات الشرعية كذلك يربيهم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وعلى أعمال القلوب واصبر على ما أصابك وعلى الأخلاق الحميدة ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة واخفض من وكذلك اقصد في مشيك اغضض من صوتك واحفظ الله تجد وتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع أما الصيام الصغار فقد قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غدا تعاشراء وكان صومه طبعا مفترضا قبل رمضان أرسل إلى قرى الأنصار من أصبح مفترا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار رواه البخاري ومسلم ورغم أن هذه الطفولة ليست مرحلة تكليف لكن مرحلة إعداد وتدريب وتمرين وتعويض ليسهل على الصبي أداء الفرائض من صلاة وصيام ويتعلم القرب من الله تعالى يتربى وتتربى فيه إرادته تقوى بالصبر على الجوع والعطش ويتعود كذلك بعداً عن الترف رب الصحابة أطفالهم على عبادة الصيام وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب صوم الصبيان حديث عمر رضي الله عنه قال لرجل سكران في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه قال لرجل سكران في رمضان ويلك وصبياننا صيام أنت تسكر وصبياننا صيام فضربه والتمرين على الصيام بالنسبة للصغار إذا أطاقوه يؤمرون به ابتداء من السبع والعشر كالصلاة وكذلك قال الشيخ عبد العيز باز رحمه الله الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم إهمال الصغار وعدم أمرهم بالصلاة وعدم أمرهم بالصيام وعدم أمر البنت بالحجاب من هذه السن عند حصول التمييز سيؤدي هذا الإهمال إلى أن يفاجأوا بهذه العبادات والفرائض والواجبات عند البلوغ من غير أي استعدادات مسبقة وأي تمرين وتعويد سابق وهذا خطير جداً نتائجه خطيرة أما تحبيب الأطفال في الصيام وتعويدهم عليه بحسب قدرتهم بحسب طاقتهم لا يؤمر الصبي بما يضره وكونه طبعاً يجوع هذا طبيعي ولذلك كان الصحابة يعني كانوا يعودون أطفالهم على الصيام ويصبرونهم بالألعاب كنا نجعل لهم اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار كما قالت الربيع رضي الله عنها واستخدام أسلوب الترغيب جميل جداً وتذكير الولد بأجر الصيام وهذا الصيام في الحقيقة يمكن التدرج فيه مع الأطفال كأن يصوم بعض النهار ثم يزيد المدة شيئاً فشيئاً حتى يطيق الصيام إلى المغرب تشجيع جوائز وشغل الوقت بالمفيد هذا فيه تسلية لهم واستثمار لأوقاتهم وتعويد لهم وهناك مسابقات رمضانية عائلية أسرية جيدة ادخالهم فيها وإشراكهم سيكون جميلاً جداً إن تعويد أولادنا على الجد والاجتهاد وأن لا تكون قضية قضية فقط نوم وكسل من التربية الجميلة الجيدة نسأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عي واجعلنا للمتقين